بات الحديث اليوم يدين جميع أطراف النزاع المسلح في اليمن على خلفية ارتكابهم جرائم استهداف قتل المدنيين وعدد من الانتهاكات دعوات المفوضية السامية لحقوق الإنسان للتحالف العربي لإبداء شفافية أكبر في قواعد الاشتباك التي يتبعها باليمن لا تمضي بمعزل عما يحدث في البلد وما تؤكده تقارير المنظمات عبر راصديها تغير مجرى الحديث إذن ومعه تغيرت مواقف الدول والمنظمات الفاعلة لكنه لم يعد حديثا عابرا بل بدأت الأرقام تشهد هي الأخرى عن طبيعة الجريمة ومرتكبيها بحسب منظمة سام فإن التحالف العربي يأتي في مقدمة الجهات التي ارتكبت جرائم القتل خلال العام الماضي 2017 بواقع 894 جريمة أي بنسبة 45% يليه ميليشيات الحوثي بعدد 797 بنسبة 41% فيما أورد تقرير للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان أن عدد ضحايا ميليشيا الحوثي من المدنيين بلغ 195 قتيلا فيما بلغ عدد ضحايا التحالف 197 قتيلا أي بزيادة 2 عن ميليشيا الحوثي بحسب الإحصائيات هنا فقد فاق سجل التحالف رصيد ميليشيا الحوثي في سباق استهداف المدنيين خلال الآوينة الأخيرة فإذا كانت الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي بحق المدنيين تجعل منهم مجرمي حرب فكيف تحول دور التحالف من موقذ إلى القاتل الأول في اليمن